على ذكر الموسيقى كان مجموعة من لوحات فلكلورية وتوراتية ومجدانية وموسيقية بين الملحون اللي أخدا أنه صار تورات عالمي باعتراف من اليونسكو بغيتانس وقبل ما نهدروه على هذا الحق الذي تم انتزاعه مش استرجاعه أو أخدوه لكن انتزاعه كان واحد صراع ما نقدروه منافسة نقدروه منافسة ما بين نوم بين الجزائر الشقيقة حول مجموعة من فنون تورات بين هالراي مثلا ومن هالقفطان مثلا يعني إلى حد هذا الصراع يكون متكافئا أو يميلوا إلى هذه الجهة أو تلك الجهة وناخدوه الملحون كنموذج يعني كان في مرحلة ما أنا كان جانب الجزائرية الدعي بأن الملحون هو أصوه جزائري تقدروا أن تكلموا على هذا النقطة؟ جميل إترس هذا الموضوع الأخ من شيكر في موضوع الملحون وهذا شيء يتليجو القلب بالنسبة لنا كمغاربة الملحون كما يقال هو ديوان المغاربة كما بالنسبة للشعر ديوان العرب نحن ديوان المغاربة الملحون بلغته وبإقعاته وبكل مسمياته وفنونه وشيوخه ومراكزه المدارس اللي وقعت مغربية قحة لا يمكن أن يكون فيها نزاع إلا اللي بغي نزاع يعني إلا بغي نقوله الحواصم ديوان الملحون هي تافلة هي مكنس هي فاس هي سلا هي مراكوش هي أزمور أزمور عنا معروفين الشيوخ الملحون على مدائع يعني ممكننا نمشي واحد الخمسات القورون ولا أكتر الشيوخ هده شي معروفين القطع يعني القصائد ديوان القصائد ديوان الملحون مغربية لغاتهم مغربية موضوعاتهم مغربية تاريخهم مغربية فلذا لا أخف عليه نعم هذه من ناحية والحمد لله أننا وصلنا أن هذا التورات المغربية بالهجاة المغربية ولغته الرصينة الجميلة وبشيوخه يعني هو توراته المغربية وحسنا نتملكه بشكل أقوى ونستبد منه عناصر كبيرة للإبداع المغربي بالنسبة للأجيال للتضوق والدوق وهذا حصل أيضا بالنسبة للقصائد كثيرة مثل القصيدات الشمعة قصيدات الشمعة في وقت اللي كان يعني الشباب يعني تقريبا ندر واحد نوع من القطاع مع التورات راجع التورات بشكل جميل نعم ورعد نعم ورعد لا يوجد جلالة نعم ورعد لا يوجد جلالة وصينية وغيرها وغيرها فلذلك كيف يمكن أن نتملك التورات بها كيفية إنها جديدة في التورات استيلها من التورات إلى آخر الآن حصل بالنسبة للملحون ولكن لدينا واحد العدد العناصر لتجاة التورات العالمي لدى الأونسكو كتورات المادية وعندنا عناصر كثيرة أيضا أكثر من خمسين لدى الإسيسكو إذن نائحة في الإسيسكو وفي الأونسكو فهذا التعابير الفنية الجميلة موجودة ومازال في جعبة المغاربة الشيء الكثير اللي يمكن له يتشجل كتورات عالمي وكتورات إسلامي وكتورات شريب قامر هون بأي موجات التخدول هنا خاصنا ندخلو البحث العلمي طبعا لابد البحث العلمي الرصين بأدواته وكذا وكذا فنخارب في هذا المجهود الكبير من أجل حماية تورات المغرب ما هي الجامعة؟ جامعات كلها الجامعة المغربية تقول الجامعة المغربية والمؤسسات البحث العلمي هناك مختبرات متخصصة تتحدثوا أو تتخصصوا في جزء أو جانب من تورات تورات العمرانية تورات كذا يمكن تورات الموسيقية تورات كذا التحافة ما يتعلق بالتحافة ما يتعلق باللغة ما يتعلق قضية النزاع ولكن مسألة مرضودة عليها بشكل ببساطة وبإقناع على سبيل المثال الجليج المغربي يمكننا هنا تاريخ الجليج المغربي ما كتبوا عليه بحثون من مدة زمنية قديمة والمعلم التاريخيات تشاهدوا على ذلك إذن القفطان المغربي القفطان المغربي أوصوله والشكل والفنو اللي تدخل فيه في صناعات القفطان القفطان كقطع قديمة يمكن تترجع حتى القرن الثامين عشر هذا والحد اللي عندنا موجود حتى الحالي نفس الشيء ولكن القفطان الآن لا زال فنًا ولا زال موروطًا حيًا المغاربة ما يلبسه؟ السادية النفل سيكونوا في الحفلة لا تريد أن يلبسوا وخيكونوا عصرية مئة في المئة تلبس جميع الماركات العالمية وكذا ولكن لما يكون الحفل سنحتفلوا بلباس تقليدي المغربي اللباس المغربي شوف البرلمان سيدنا افتتاح البرلمان على سبيل المثال شوف الأصلة المغربية متجلية في الأزيع والبيعة والبيعة هذه كلها أصول لا يوجد لدينا هذا أصول الذي يمكننا أن نقوله بأن الرأسمال لمادي المغربي وكبير منه هو سورات المغربي في الأصالة هذه الحضارة المغربية بروافة المتعددة التي نشرنا لها لذلك هذا لا ينزع لذلك لذلك نؤكد هذه الأمور على مستوى البحث العلمي وعلى مستوى القراءة في التاريخ في الواسع مثلا الطبخ المغربي طبخ المغربي الآن يمكنه أن يأتي أحد ويتمجع ويقول بأنه طبخون غير مغربي طبخ المغربي معروف عالميا هو عنده مرتبة ثانية أو ثالثة عالميا إذن هنا في الطبخ الصيني والطبخ الفرنسي في تنوعه وفي تعدده وفي قيماته الغدائية وكذا وكذا وفي تقوسه ليس فقط القيمة المادية والغدائية وما إليها وما إليه والتنوع وما إليه ولكن فين العيش يدخل في فين العيش بالنسبة للمغاربة هذه مسائل يجب أن يقترب أكثر من التورات والشباب يتملك التورات بشكل علمي نعم نعم أدي ذكرت الزليج غير بين القوسين بالأشياء التي اكتشفت مؤخرا أنه في قصر غناطة حصل ترميل ووضعت هذه الصفحات الزليج معكوسة فكان مكتوب عليها بخط يد جوج كاتبين جوج أحمر ما كاتبينش أحمران يعني جوج مكتوبة بالخط بالدرجة المغربية بالدرجة المغربية بالدرجة المغربية